نصيحة لله 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 للجميع أي محشي إن كان يبرق إن كان يالنجي إن كان سندوانات إن كان طبخ رز أماني أماني بتجيبي الرز يا عمري بتنقعي بمي عادية مو بمي سخنة قوعك مي عادية وبتحطي معلقة ملح صغيرة وتركي منقوع لمدة نص ساعة أو ساعة نقعه بالملح هو الغسيل هو التنظيف هاي أول شغلي تاني شغلي غسلتي يعني أنتي بالنقع تاني شي الملح بشد قوام الرز وبمنعه من التكسر أثناء الطبخ تمام بقضي على المادة التخزينية اللي بيحطوها أثناء التعبئة وبتمدد الرزة وبنفس الوقت الرز بيطرح النشاة باعه شوفي هالفوائد الجمع الكثير في نقع الرز لمدة نص ساعة أو ساعة بمكون معلقة صغيرة ملح هذا هو الغسل الحقيقي بتكبي المي فقط فقط ما بقى بتحطي مي فوقه بتصفي من الماء من الماء وبتتابعي وضع اللحم دهنة زيت هادول مكونات أساسية تعطي فلفلة للسندوانات لحشوة المحشي لطبخ الرز للمقلوبة تمام هادول المكونات أثناء حشو بتبسطي السندوانات بتساوي علاوتة بمستوى حبة الحمص اللي حطيتية حبة الحمص اللي منحطها إلى فوائد مشان وقت بتبسطي السندوانة بعد الحشي بعد الحشي اتلاقي بمستوى الحبة الحمص تالت شغلة تعملي فواصل عقدة اصبعتين اصبعتين بين كل شبر وشبر تعملي عقدة اصبعتين اكبار فراغ أثناء الطبخ ما في داعي لتسقيبهم أبدا أثناء الطبخ الرز رح يتمدد أخذ راحته اعملنا فراغ اعملنا تمسيد للسندوانة مستحيل يتشققوا ومستحيل تطلع رزك وبدأ يطلع معك سندوانات من أروع ما يكون تمام وصلت المعلومة تاني شي سر من أسرار طبخ المحاشي والسندوانات أول مصع نار عالية بتحطي ورقة غار حبة هيل سنتوم بعد ما تغلي تطلع زفرة الشية تخلصي من ورقة الغار أنا حبة الهيل بتركها حبة وحدة أو حبتين بتوطي نار وطبخي على نار هادئة أقسم بالله بطلع معك محاشي ترفع لها القبعة والله ترفع لها القبعة بس استعملي ملاحظاتي اسمعي اسمعي المقادير مقادير الأحاسيس ماشي ماشي ميلا اسمك حلو كتير 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 هاتولا نشوف اش معنات ميلا هاتولا نشوف اش معنات هالاسم تورين ابوس قلبك اش معنات اسمك يلا لا يشوف هاتو معنات اسم تورين كتير حلو في نارين وتورين وتولين كتير حلو اساميون حلو اساميون يلا كل دقيقة بقول دارو اشرب القهوة ايه بردة القهوة وتلجت 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 يلا سلام سلام